مرحبا جميعا سنبدأ اليوم إن شاء الله بشرح محاضرة shoulder joint وسيتم تقسيم هذه المحاضرة على خمسة أجزاء أي خمسة فيديوهات بسبب طول هذه المحاضرة وسيتم نشر هذه الفيديوهات بأيام متتالية ابتداء من يوم الأحد ولكن يجب علينا أولا التعرف على ما هي الـ items ما هي الـ ILOs التي سيتم تخطيتها في هذه المحاضرة سيكون أولا لدي type of the joint وأيضا articulation of the joint وأيضا joint capsule وأيضا سيكون لديه synovial membrane of the joint وأيضا سيكون لديه ligaments of the joint وأيضا سيكون لديه shoulder joint and rotator cuff ما هي علاقة rotator cuff مع shoulder joint وأيضا سيكون لديه movement of the shoulder joint وأيضا blood supply and innervation وأيضا سيكون لديه muscles moving the shoulder joint وأيضا أخيرا سيكون لديه البرسة أو البرسة of the shoulder joint وأيضا سيكون لديه المحاضرة من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل نبدأ أولا بالجسو الأول وفي الجسو الأول سيتم تخطية هذه الأيتمز type of the joint, articulation, joint capsule and synovial membrane of the joint مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن shoulder joint أو glenohumeral joint وقد سمي بالshoulder joint لأنه يقع في منطقة الشولدر وهذا أمر بديه ولكن سبب تسميته بالaglino humeral joint كما نعلم أن الجاينت تكتسب تسميتها من العظام التي تشترك في تكوين هذا المفصل فمثلا هنا هذا هو الاسكابيولا وسيشترك في الaglino humeral joint عن طريق الaglinoid cavity وهو جزء من الاسكابيولا فaglino من glenoid cavity وهو كما قلت جزء من الاسكابيولا أما humeral وهو جزء أو هو الهيوميرس فهيوميرل من humerus وهذا سيكون هو عبارة عن الaglino humeral joint الآن نبدأ أولا بالtype of the joint كما نعلم أن shoulder joint is a pull and socket type of synovial joint هذا النوع من السنوفيال joint يسمح بحرية بالحركة يسمح بحركة على مدى واسع مثل ما نلاحظ هناك حرية في الحركة ولكن هذه الحركة العالية هذه الحرية في الحركة لها ثمن يجب أن يدفع هذا الثمن هو بسبب هذا الwide range of movement جعل هذا الجoint relatively unstable أي غير مستقر وماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا الجoint أرض للإصابة سيحصل فيه dislocation أي أن الarticular bones ستخرج من مكانها هذا هو ما يسمى بالdislocation وسنتعرف على هذا الشيء بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله في الclinical correlations للjoins فهذا المفصل هو أكثر مفصل يتحرك في الجسم من أكثر المفاصل المتحركة في الجسم لذا سيكون من أكثر المفاصل في الجسم أرض للإصابة لنقوم بمراجعة بسيطة للbull and socket type of synovial joint كما نعلم أن هذه الجoint هي عبارة عن multi axial joint ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها تسمح بالحركة بمحاور كثيرة بمحاور متعددة فهي تسمح بالflexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation و circonduction المفاصل التي تسمح بهذه الحركات مجموعة تسمى بالmult axial joint أي أنها تسمح بالحركة على محاور متعددة وقد بيّنت هذا الشيء في المحاضرة السابقة الآن ننتقل إلى articulation of the joint مثل ما نلاحظ هذا هو الهيومرس وهذه عبارة عن anterior view للهيومرس وهذا هو عبارة عن الهيومرال head مثل ما نلاحظ هنا الهيومرال head سيكون كبير نسبياً نسبة إلى الarticular surface الآخر مثل ما نلاحظ large round humeral head articulates with relatively shallow glenoid cavity of the scapula هذا هو عبارة عن ال glenoid cavity of the scapula مثل ما نلاحظ هنا هذه عبارة عن anterior view للهيومرس وال scapula مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال glenoid cavity الذي هو الجزء من ال scapula الذي يشترك في تكوين ال gleno humeral joint وهذا هو الهيومرس وهذا الجزء هنا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال glenoid cavity فكما نلاحظ أن ال glenoid cavity كبير نسبة إلى glenoid cavity يظهر لدينا مثل ما نلاحظ الحجم الحقيقي للهيومرال head مثل ما نلاحظ هنا حجم كبير anterior ليس واضح الحجم الحقيقي ولكن posterior لي يتضح الحجم الحقيقي وليس هناك داعي للتذكير أن هذه ال view هنا تكون في ال anatomical position في ال anatomical position anterior لي مثل ما نلاحظ لا نستطيع أن نرى الحجم الحقيقي للهيومرال head ولكن posterior لي نستطيع أن نرى الحجم الحقيقي للهيومرال head نسبة إلى glenoid cavity مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن lateral view للسكابيولا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن glenoid cavity هنا مثل ما نلاحظ glenoid cavity O the scapula is depend slightly but effectively by ring like fibrocartilaginous glenoid labrum ماذا يعني ذلك لنأخذ هذا الغطاء مثال بسيط مثل ما نلاحظ أن هذا الغطاء يملك عمق معين هنا هذا الغطاء له عمق معين مثل ما نلاحظ هذا لنفترض أن هذا هو عبارة عن glenoid cavity فهنا هناك structure هناك ring like fibrocartilaginous structure الذي هو عبارة عن glenoid labrum سيقوم بزيادة عمق هذا glenoid cavity فلنفترض أن يدي هذه عبارة عن ring like fibrocartilaginous structure الذي هو عبارة عن glenoid labrum سيحوط glenoid cavity مثل ما نلاحظ فهنا زاد لدي العمق مثل ما نلاحظ زاد لدي العمق بسبب هذا glenoid labrum ومثل ما نلاحظ هذه صورة أوضح هذا هو عبارة عن glenoid labrum سيزيد العمق سيزيد عمق glenoid cavity هذه أيضا صورة أخرى هنا هذا coronal section مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن glenoid labrum مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن glenoid labrum هذا هو عبارة عن glenoid cavity هنا articular surface مثل ما نلاحظ فهنا glenoid labrum سيقوم بزيادة زيادة الدبث زيادة عمق هذا glenoid cavity كما هو ملاحظ في هذا coronal section الآن هذا glenoid labrum is attached to the margin of glenoid cavity مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن glenoid cavity وكما وضحت في هذا الغطاء هنا هذه عبارة عن المرجن هذه عبارة عن المرجن of the glenoid cavity فهنا سيرتبط هذا glenoid labrum بهذه المرجن وبالنهاية يزيد عمق هذا glenoid cavity فكما هو ملاحظ هذا الخط الأبيض هذا هو عبارة عن المرجن of the glenoid cavity وهنا هذا glenoid labrum سيرتبط بهذه المرجن مثل ما نلاحظ مثل ما نلاحظ مثل ما نلاحظ هذا عبارة عن التندن of biceps brachii muscle وهنا سيرتبط هذا الجلenoid labrum والبيسيبس هذا التندن of biceps brachii muscle سيكون عبارة عن قطعة واحدة وكأنهما قطعة واحدة فهذا الجلenoid labrum سيرتبط بالمرجن of glenoid cavity ومن ثم ينتهي به المطاف سوبريرلي من جهة الأعلى بأن يكون هذا التندن of long head of biceps brachii وكلهما يرتبط مثل ما نلاحظ بالسوبر glenoid tubercle هنا هذه ستكون السوبرا glenoid tubercle مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السوبرا glenoid tubercle وهذه الانفرا glenoid tubercle وقد تطرقت إلى هذا الشيء بشكل تفصيلي في محاضرة خاصة عن الاسكابيولا كانت سابقة على هذه القناة يجب عليك أن تطلع عليها فمراجعة سريعة لهذه الفقرة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن glenoid labrum وهذا هو عبارة عن glenoid cavity وهذه المارجن لـ glenoid cavity سيتصل فيها glenoid labrum والglenoid labrum هو عبارة عن سيكون مثل ما نلاحظ من جهة السوبرير وكلهما سيرتبط من جهة الأعلى في السوبرا glenoid tubercle الآن هنا في هذه النقطة مثل ما نلاحظ هذا glenoid cavity وهذا كلاهما سيغطى بطبقة من الحيالين كارتلج كما نلاحظ في هذه النقطة وهذا الشيء يختلف عن الجوينت التي تعرفنا عليها في المحاضرات السابقة التي هي الأكروميو كلافيكولر وستيرنو كلافيكولر كانت الأرتيكولر سيرفيس استغطى بفايبرو كارتلاجينس أو فيبرو كارتلج هنا سيكون حيالين كارتلج بدل فيبرو كارتلج وهنا نأخذ فكرة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الحيالين كارتلج هذا كورونال سكشن كما قلت قبل قليل وهذا أيضا الحيالين كارتلج هذا الجزء يغطي أو يبطن الجلينويد كافيتي وهنا هذا سيغلف الحيوميرال ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة لهذا الجوينت وهي عبارة عن الجوينت كابسول ماذا يعني ذلك لوس تأني رخو فايبرس لير أي أنها مكونة من فايبرس فايبرس لير أي أنه كونكتف تشيو فهنا هذا الجوينت كابسول هو عبارة عن طبقة عبارة عن طبقة لوس وأيضا هي عبارة عن طبقة رقيقة نسبيا من الفايبرس ستحيط بلينوهوميرال جوينت ولكن هنا في هذه الصورة هذه عبارة عن انتيريور فيولي جوينوهوميرال جوينت مثلا نلاحظ هذه الطبقة ليست هي الجوينت كابسول الجوينت كابسول ستكون إلى الداخل من هذه الستركترز هذه عبارة عن لجمانز وتندنز لا يتضح هنا الجوينت كابسول الجوينت كابسول إلى الداخل من هذه الستركترز كلها ولكن ما يهمني هو هذه النقطة الattachment of joint capsule ستكون ثم نلاحظ medially لـ margins of glenoid cavity مثلا نلاحظ margins of glenoid cavity هذا من جهة المedial أما من جهة اللاترال فستكون عبارة عن الـ anatomical neck للـ humerus فهنا الattachment لهذا الجلينو أو لهذا الجويند capsule سيكون margins medially margins of glenoid cavity ولاترالي سيكون الـ anatomical neck of the humerus وتتضح هذه النقطة بشكل واضح هنا أزلنا كل الـ ligaments وكل التندنس وبقي فقط العظام والـ articular surfaces لهذه العظام مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الـ anatomical neck فهنا الـ joint capsule سيتصل في هذه الـ anatomical neck وهنا أيضا هذا هو عبارة عن الـ glenoid cavity وهذه المرجنس لـ glenoid cavity وسيتصل إلى joint capsule في هذه النقطة الآن مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ joint capsule مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الطبقة ولكن ما أود الإشارة إليه أن هذه الطبقة هذه هنا رسمة هذا رسم ليس حقيقي مئة بالمئة نعم هو مبني على أمور حقيقية مبني على وقاء حقيقية حصلت هنا ولكن هو ليس حقيقي بالنهاية فهنا هذا الرسم يتضح فيه أنني أستطيع أن أميز هنا لدي هنا joint capsule وهنا يوجد تندنس وليجامنس وإلى آخر من هذه الأمور ولكن في الحقيقة أنا لا أستطيع تحديد الجوينت كابسول بشكل دقيق فالجوينت كابسول سيكون متماسج مع الليجامنس والتندنس التي ستحيط في هذا الجوينت وهذا ما يتضح من هذه الصورة هذه الصورة مثلا نلاحظ هنا هذه التندنس والليجامنس مثلا نلاحظ تحيط بالغلينوهوميرل جوينت ولكن هنا يتضح لدي طبقة رقيقة منه مثلا نلاحظ هذا هو الجوينت كابسول ولكن في الحقيقة يصعب فصل هذا الجوينت كابسول عن هذه الليجامنس والتندنس لأنها متماسجة معه كلاهما متماسجين أي أنهما متماسجين ويبان وكأنهما قطعة واحدة واحدة في بعض الأحيان الآن السوبريرل مثلا نلاحظ من جهة الأعلى هذا الجزء العلوي من الجوينت كابسول أنكروتشز يعني يتعدى لكي يصل إلى الروت أوف كوركويد بروسس هذه عبارة عن الكوركويد بروسس فمن جهة الأعلى الجوينت كابسول سيتصل إلى الروت أوف كوركويد بروسس وهنا أقصد بالجوينت كابسول الجوينت كابسول نفسه وليس الليجامنس التي مثلا نلاحظ التي هي واضحة هنا فهذا الكوركويد بروسس والجوينت كابسول سيصل إلى الروت أوف كوركويد بروسس بالثمان نلاحظ هنا في هذه الصورة هذا هو عبارة عن الجلينويد لابرام هذا الجلينويد لابرام وهذا هنا سيكون الجلينويد لابرام ولكن مغطى بهذا السينوفي الممبرين سنتعرف على هذا الشيء بعد قليل ولكن هذا الجلينويد لابرام هنا هذا الجلينويد لابرام سيكون داخل الجوينت كابسول فالجوينت كابسول هنا سيتعدى الجلينويد لابرام لكي يصل إلى مثلا السوبريرلي إلى الاتاتشمنت التي هي عبارة عن الروت أوف كوركويد بروسس ولكن انتيريرلي سيصل إلى المارجن أوف هنا تقريبا سيكون هذه مخصوصة ولكن تقريبا في هذه النقاط هنا مثلا نلاحظ هذه المارجن أوف جلينويد كابسول هنا مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن التندن أوف كوركويد بروسس مثلا نلاحظ سيصل إلى هنا وسيدخل في داخل الجوينت كابسول فهنا هذا الجوينت كابسول سيحيط بهذا التندن وسيصل هذا التندن مثلا نلاحظ إلى السوبراغلينويد تيوبركول كما بيانت قبل قليل أوف اسكابيولا مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن هذا عبارة عن التندن أوف لونج هيد أوف بايسب سيبركياي وهذه هنا ستكون عبارة عن السوبراغلينويد تيوبركول مثلا نلاحظ هذا التندن سيدخل داخل الجوينت كابسول فسيكون إنترا كابسول إنترا كابسول تأني داخل الجوينت كابسول نفسه الآن سنتعرف إلى الأبرتشارز التي هي عبارة عن فتحات تكون في الجوينت كابسول مثلا نلاحظ جوينت كابسول أوف لينوهيوميرل جوينت حاز تو أبرتشارز يملك فتحتين هذه هنا فتحة وهنا فتحة فتحة لدخول هذا اللونج أو تندن أوف لونج هيد أوف بايسب سيبركياي وفتحة هنا مثلا نلاحظ هذه هي الفتحة سنتعرف ماذا تعمل هذه الفتحة بالضبط هذه أيضا هنا هذه الفتحة هنا هذه الفتحة الأمامية ثم نلاحظ هذه الأبرتشار هناك في أماكن تواجدها ولكن هي ستكون انتيريرلي في أجهة الانتيرير للجوينت كابسول وهذه أيضا مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن اللونج هيد أو تندن أوف لونج هيد أو بايسب سيبركياي سنأخذ أولا أول فتحة في هذا الجوينت كابسول مثلا نلاحظ هذه هي عبارة عن الفتحة بشكل فعلي هذه الفتحة ستكون ما بين وهذه تقريبا ستكون فهنا سيدخل هذا سيدخل إلى داخل الجوينت كابسول كما نلاحظ في هذه النقطة هنا هذا التندن اخترق كل هذه كل هذه المسافة واخترق هنا كما قلت أن الجوينت كابسول سيتصل في الأناتوميكل نك أوف أوف هيوميرس فهنا سيتجاوز الأناتوميكل نك هذه كلها مسار له خاص به سيتجاوزه مثلا ما نلاحظ ويصل إلى مأربه وهو السوبرا رليينويد تيوبركيل فتجاوز كل هذه النقاط فترك فتحة هنا في الجوينت كابسول أيضا كما نلاحظ هذا هو عبارة عن التندن وهنا مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السوبرا وهنا ما أود الإشارة إليه في هذه الصورة هذه عبارة عن وهنا نلاحظ أن هذا التندن سيكون داخل الجوينت كابسول لكي يصل إلى السوبرا لذا وجب عليك أن يترك فتحة في هذا الجوينت كابسول أما الفتحة الثانية فهي عبارة عن أوبنينج مثلا ما نلاحظ سيكون هذا عبارة عن لاترال فيو للجوينت كابتيل للسكابولة وتبين هذه هنا سيكون الانتيريور وهنا سيكون البستيريور فهذه هي الفتحة مثلا ما نلاحظ هذه الفتحة الثانية للجوينت كابسول ستكون موضوع انتيريور ما وظيفة هذه الفتحة تمثل كوميونيكيشنز أو كوميونيكيشن بتوين سبتندنس برسا هذه عبارة عن برسا وسنتعرف ان شاء الله بعد قليل عما هي البرسا ونحن تعرفنا عليها في محاضرات الجنيرال الانتومي ولكن سنأخذ تفاصيل إضافية ان شاء الله خلال هذه المحاضرة فهذه السبتندنس برسا والجوينت كابسول نفسه سيتصلان في هذه النقطة في هذه الأوبنينج فسيكونان متصلين أي سيكون عبارة عن وكأنهما قطعة واحدة أو كأنهما غرفة واحدة بهذا الشكل التقريبي فهنا هذه البرسا ستسمى سبسكابيولارس برسا ستكون مثل ما نلاحظ ما بين هذا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السبسكابيولارس تندن التي هي العضلة سبسكابيولارس هذه العضلة هذا تندن لهذه العضلة وهذه هي البرسا وهذه هي الليجمنز التي تكون التي تحيط بالغلينوهيوميرل جوينت فبشكل مختصر وظيفة هذه البرسا هي من الاحتكاك ما بين التندن والليجمنز أيضا هذه الصورة أخرى مثلا ما نلاحظ هذه عبارة عن السبسكابيولارس برسا مثلا ما نلاحظ وأيضا سيكون لدي هذه هي الفتحة التي تمثل ما بين الجوينت كابسول وال السبسكابيولارس برسا هذه الخطوط أو داشت لاين مثلا ما نلاحظ سيمثل السبسكابيولارس برسا وكما قلت أن هذه الفتحة فيها أحيانا تكون هنا أحيانا تكون شيئا ما إلى الأعلى ولكن ما يهمني أنها ستكون انتريرلي وستكون أسفل من الكاركويد بروسس وأيضا ستكون عبارة عن كمميليكيشن ما بين السبسكابيولارس برسا والجوينت كابسول هذه النقاط المهمة لدي في هذه الفتحة الآن ننتقل إلى السينوفيول ممبرين أو دا جوينت مثلا ما نلاحظ السينوفيول ممبرين لينز دا انترن سيرفيس دا فايبر ستير أو مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السينوفيول ممبرين هذا اللون البيربل أو اللون البنفسجي هو عبارة عن السينوفيول ممبرين وهذا السينوفيول ممبرين سيبطن الجوينت كابسول من الداخل مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الجوينت كافيتي هذا كله الجوينت كافيتي ومثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الجوينت كافيتي مثلا ما نلاحظ مغطى وهنا مغطى بالهيالين كارتيلج الذي عبارة عليه تم قوله هذا مغطى بالهيالين كارتيلج وهنا أيضاً مغطى بالهيالين كارتيلج وهذا القلوانب сделали وهذا القلوانب بالفن المحل هذا السينوفيس葵فا مثل ما نلاحظ هذاchi هنا القلوانب بالفن ماذا سييحصل؟ هنا هذا السينوفيال ممبرين مثل ما نلاحظ سيبطن هذا بالكامل مثل ما نلاحظ سيبطن الاغلينويد لابرام وسيخرج من هذا المرجن of articular surface هذا الاغلينويد كافيتي سينطلق من هذا المرجن of aglinoid كافيتي مثل ما نلاحظ ويبطن كل هذه الأمور ومن ثم يعمل reflection ويعود ليتصل هنا في هذا المرجن of humeral head وأيضا في هذه النقطة كما هو الحال هنا سينطلق من هذه النقطة التي هي عبارة عن المرجن of articular surface of aglinoid كافيتي مثل ما نلاحظ ويذهب إلى هذه النقطة ويعود إلى هذا الهيومر الهد هنا في هذه النقطة يتصل في هذه النقطة فأنا عبد الرحمن لو صغير جدا وأصبحت أرى بالمجهر فقط لا أرى بالعين المجردة وقمت بأخذ مركبة أيضا ترى بالمجهر لا ترى بالعين المجردة ودخلت داخل هذا الجوينت كافيتي هذا الجوينت كافيتي سيحتوي في داخله على synovial fluid الذي يقوم بإفرازه الsynovial membrane فأنا سأقوم بالسباحة في هذه الغواصة الصغيرة جدا التي أملكها سأقوم بالسباحة داخل هذا synovial fluid فسأرتطم بشيئين فقط أما بالarticular surface الذي هو عبارة عن hyaline cartilage أو synovial membrane لن أرتطم بأي شيء آخر فسيكون هذين الشيئين فقط هما ما أستطيع أن أراه من داخل أو من داخل synovial cavity أو joint cavity بشكل مبسط فهنا هذا الجلينويد لابرام سيكون خارج حدود synovial membrane لأن السنوفial membrane سيغطيه وسيخرجه خارج نطاق رؤية أنا المايكروسكوبك عبد الرحمن بهذه الطريقة أيضا هنا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التندن هذا هو التندن الذي سيتصل هنا في السوبراغلينويد السوبراغلينويد تيوباركل مثل ما نلاحظ أيضا هنا السنوفيال membrane قام بإحاطة هذا اللونغ هاد أو التندن أوف لونغ هاد أو بيسب سيبركي بحيث أخرجه خارج نطاق رؤية أنا عبد الرحمن من داخل الجويند كافيتي بمركبة الصغيرة التي أقوم بالسباحة فيها داخل هذا الجويند كافيتي وأقوم بالسباحة في السنوفيال فلويد الذي يقوم بإفرازه السنوفيال membrane مثل ما نلاحظ أيضا في هذه الصورة هنا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السنوفيال منبرين هذا يغطي مثل ما نلاحظ يغطي ويغطي أيضا ويتصل في المارجن هنا مثل ما نلاحظ يتصل في المارجن وهذا المارجن سيكون للأرتكولار سيرفز وكما نلاحظ هنا سيكون لدي فقط الأرتكولار سيرفز الذي هو هايالين كارتلج مغطى بهايالين كارتلج لن يكون مغطى الوحيد الذي لن يكون مغطى بالسنوفيال منبرين أيضا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السنوفيال منبرين لو نلاحظ أن هذه هي نقطة انطلاقه هذا هنا مقصوص تم قصه ليس كامل هو من المفترض أن يغطي كل هذه الأمور يمتد ولكن هنا مجرد قاموا بقصه وبينوا لنا فقط نقطة انطلاق هذا السنوفيال منبرين كما هو ملاحظ وكما هو ملاحظ أيضا أنه يقوم بتغليف هذا اللونغ هيد أو تندن أو لونغ هيد أو بايسر سبركي ليقوم بإخراجه خارج نطاق رؤية غواصة عبد الرحمن الصغيرة الميكروسكوبك عبد الرحمن الآن أيضا نقطة إضافية مثل ما نلاحظ هنا تندنس شيث مثل ما نلاحظ تعرفنا نحن في محاضرات سابقة على السنوفيال شيث ما هو السنوفيال شيث خصوصا في محاضرات الهان تعرفنا كثيرا أو محاضرات الهان تعرفنا كثيرا على السنوفيال شيث وعرفنا ما هي فوائده ومما يتركب بشكل فعلي وهنا سأتعرف بعض قليل في صورة قادمة على الشيء أو سأقوم بمراجعة بعض الشيء لما تعلمنا سابقا وأيضا ستتضح الصورة أكثر من خلال هذه الصورة التي ستأتي بعد قليل ولكن ما يهمني هنا نقطة يجب علي أن أحفظها وأفهمها في نفس الوقت هنا الـ long head أو tendon of long head of biceps brachii سيكون intra capsular أي أنه داخل joint capsule سيكون هذا الـ tendon of long head of biceps brachii سيكون داخل joint capsule intra capsular ولكنه سيكون خارج exterior to the synovial membrane السينوفيال membrane سيقوم بإبعاده من نطاق رؤية مايكروسكوبك عبد الرحمن أيضا الغلينويد لابرام سيكون له بالمثل أيضا الغلينويد لابرام سيقوم السينوفيال membrane بإخراجه خارج نطاق رؤية المايكروسكوبك عبد الرحمن فسيكون الغلينويد لابرام انترا كابسولر ولكنه سيكون exterior to the synovial membrane أيضا الآن لنفهم بشكل أدق ماذا يعني انترا كابسولر وماذا يعني exterior to the synovial membrane هنا رؤية أخرى للموضوع الآن من المفترض أن أكثر من 99% من الأشخاص علموا وتصوروا ماذا أقصد ولكن مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن السينوفيال membrane هذا هو عبارة عن الغلينويد لابرام لو نلاحظ أن السينوفيال membrane قام بإبعاد الغلينويد لابرام خارج نطاق هذا السينوفيال membrane خارج نطاق رؤية المايكروسكوبك عبد الرحمن في مركبته الصغيرة الذي يقوم الآن في داخل الجوينت الذي أنت تملكه يقوم الآن في السباحة داخل الجوينت كافيتي ويقوم بالسباحة في السينوفيال أفلود الذي يفرزه السينوفيال membrane فهنا مثل ما نلاحظ هذا السينوفيال membrane قام بعمل شيث خاص للتندن أوف لونغ هيد أو بويسيبس بركياي مثل ما نلاحظ قام بعمل شيث خاص له وقام بإخراجه خارج السينوفيال membrane مثل ما نلاحظ في هذه النقطة فهنا الإجنينويد لابرم واللونغ هيد أو تندن أوف لونغ هيد أو بويسيبس بركياي كلاهما انترا كابسولر وكلاهما اكستيرير تو دا سينوفيال membrane الآن الجوينت كابسول بشكل عام فورمز ريسسس ريسسس ماذا يعني ريسسس ريسسس يعني أنها جزء من الكافيتي سنلاحظ بعد قليل في صورة أخرى ولكن هذه الريسسس ستكون انتيريري وابستيريري لم نلاحظ هذا هنا مثل البوكت وكأنه عبارة عن out pocketing يخرج من الجوينت كابسول مثل ما نلاحظ هنا هذه عبارة عن الصورة التي اعتدنا عليها قبل قليل هذا هو الريسس هنا الريسس وكأنه عبارة عن كيس صغير يتدنى من الجوينت كابسول أيضا لو نلاحظ هذا أيضا صورة أخرى هذا هنا الريسس يسمى auxiliary recess ليس مهم الآن تسميته غير مطلوب هذه الصورة مأخوذة من غير مهم جدا تسمية هذا الريسس ولكن يجب علينا أن نعلم أن هناك ريسس anteriorي وابستيريري مجرد الطلاع بسيط هذه الريسس هنا مثل ما نلاحظ هذه الريسس الريسس التي تكون أيضا مبطنة مثل ما نلاحظ في السينوفيال ممبرين وأيضا يكونها هذا هو عبارة عن هذا ليجامنت وهنا هذا الانفيرير ليجامنت والذي أيضا سيكون جزء منه هنا تقريبا سيكون الجوينت كابسول فما يهمني أن هناك ريسس انتيريري وابستيريري من الجوينت كابسول وعلمنا أن الريسس وكأنها عبارة عن أوت بوكتنج أي أنه عبارة عن عبارة عن بوكت عبارة عن شيء جيبي يتدنى من الجوينت كابسول إلى هنا انتهى لدي الجزء الأول وقد تم تخطية هذه الأيتمز جميعها الظاهرة أمامكم على الشاشة وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سيتم تخطية الليجامنت أوف ذا شولدر جوينت فقط نلتقى إن شاء الله بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر